مراقبة دقيقة للمحاصيل التي تستقبلها تعاونية الحبوب بيغالما تسند إلى جملة معايير الهدف الرئيسي منها الحفاظ على جودة مخزون القمحة برنامج خاص للموسمة الاستقبال المحصول حيث تم تنصيب لجنة تقنية على مستوى الولاية تتكفل بتحديد النوعية قبل عملية الاستقبال في المخازن أعضاء من هذه الرجلة يقوموا بمعينة المنتوج ليكون مطابق للمعايير المعمول بها رو يفوت عادي كما السنوات الماضية والمنتوج يكون ذو نوعية رديئة هذه هنا راه توضع في أماكن خاصة أهم المعايير هو أول حاجة هي نسبة الرطوبة ثانيا لبا سبيسيفيك أو الميزان النوعي ثالث حاجة هي نسبة الإنبات أو نسبة الإنتاج التي تصاحب الحبوب أيضا الكعبة التي تكون مصابة أو غير مصابة ببعض الأمراض الفطرية إجراءات من بين أهدافها أيضا توفير بذور ذات نوعية جيدة تضاف إلى تلك التي تم الاستعانة بها من خارج الولاية لتلبية طلبات الفلاحين تحذرا للموسم القادم قمنا باستقبال كمية كبيرة من البذور تقدر بحوالي لحد الآن 65 ألف قنطار نضيف لها تقريبا 40 ألف قنطار التي ستجمعت هنا كبذور عادية يعني لا نحن بعاد على الهدف المسطر يعني للموين جنرالة السنوات الفريطة حتى لو يكون هناك نقص سنستنجده بالتعاونية المجاورة لتتواصل بذلك حملة الحساد والسقبال المحصول عبر مخزين الحبوب بيغالما وسط إجراءات استثنائية فرضتها التقلبات الجوية التي مر بها الموسم الفلاحي وأثرت على كمية ونوعية الإنتاج ترجمة نانسي قنقر